السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم جميعا إلى كل متابعين لقناة عبد الصماط الجزولي اليوم إن شاء الله حلقة عبارة تحت عنوان الوجه الأسود السيء المعاناة لمجال صيانة الهاتف المحمول أو الجانب المظلم لهذه المهنة أو لهذا المجال فمع الأسف هذا واقع الكثير من الناس وهذا الفيديو صراحة هو موجه للزبناء من الدرجة الأولى صراحة أنا هذا الفيديو أوجهه للزبناء من الدرجة الأولى وأتمنى أن تساعدوني حتى يصل هذا الفيديو إلى جميع الزبناء أريد الزبناء أن يشاهدوا هذا الفيديو وأن يستمعوا إليه جيدا فمع الأسف التقنيين الذين يقومون بإصلاح الهواتف بشكل يومي سواء هاردوير أو صوفتوير أنا أتكلم عن التقنيين الذين يقومون بإصلاح الهواتف من الدرجة الأولى ويحتكون بالزبناء بشكل يومي ويلتقون مع الناس بشكل مباشر هذا من أتكلم عنهم أما من يقوم بالبيع والشراكة فهؤلاء كوحدهم اسمعوا جيدة فمع الأسف الكثير من الناس ينظرون إلى التقني الذي يقوم بإصلاح الهواتف أنه يعيش في النعيم وأن مهنته مهنة رائعة وجميلة ولكن ما خفي أعظم فصراحة الكثير من المهن تعبها وما يمكن أن يخفى لا يمكن أن يخفاه مثلا تقني يصلح ميكانيك السيارة يصلح على السيارة فتأتي بسيارتك وتضعها وتجلس وتراقب كل شيء يعني ها هو فك البراغ من هنا نزل أسف السيارة قام بتغيير الزيت كل شيء تلاحظه حتى وإن لم يصلح العطل يعني تلاحظ بأنه قد تعب كثيرا ولم يتمكن إصلاح العطل فربما تعطيه بعد النقود يعني كل شيء واضح أما التقنيل معاناته وآلامه لا يصعر بها إلا لوحده إلا لوحده وهنا أود أن أوضح بعض الأشياء يا أيها الزبناء عليكم أن ترحموا وأن تلتمثوا الأعبار للتقنيين للتقنيين جميعا جميعا لا مشكلة جميعا فوالله التقنيين الذين يصلحون الهواتف سواء هاردوير أو الصوفتوير يعانون معانات لا يعلمها إلا الله والله لا يعلمها إلا الله استميعوا جيدا ها نموذج أمامكم عبدالصامر الجازولي استميعوا جيدا فقط فقط 48 ساعة الأخيرة اليومين الأخيرة فقط سأحكي لكم ما وقع لي أما إذا أردت أن أحكيي المسيرة كلها فعجبا عجبا أنني لازلت أشغل في هذا المجال وعجبا أنني يعني الحمد لله أوفر بعض المال فقدت ذاكرة بسعة 16 جيجا يعني كارت SD لا أعرف أني نسيتها خلال يومين فقط الأخيرة هذه مرت ثاني شيء أتاني بي سمارت هواوي اللي أقوم بتركيب الطاكتيل الطاتش فاشتريت ثلاثة الطاتشات كل واحد في 60 ديرهم في 60 ديرهم وجدت أن كلها لا تشتغل ولا أتذكر من أين اشتريتها في الدار البيضاء يعني كل مرة أخذ من محل فك الهاتف يعني هذه الأمور كلها متعبة ولا علامها إلا التقني هذا واضح جيد أتاني زبون يريد تركيب شاشة لسامسونج A30S شاشة أخذت من عنده النقود واتصلت في نفس اللحظة بمن يبيع الشاشة لأنه بعيد عني بـ 30 كيلومتر بعيد عني فقال لي الشاشة موجودة قلت جيد قلت له أترك لي واحدة لقد استلمت الأموال معندي الزبون ذهبت بعد يومين لأتي بالشاشة وبعد السلع قال لي بأن الشاشة كانت موجودة ولكنه قام ببيعها ونسيني ها الذي يبيع السلع ووضعني في موقف محرش فلم أجدها الشاشة بعد يوم اتصلت بشخص آخر قال لي موجودة جيد ورغم أنه طالب مني مبلغ أكثر من الأول فأصبحت فقط أبحث أن أصلح الهاتف للشخص لا أريد الربح لا أريد الربح والوقود من عندي فذهبت ثلاثون كيلو متر أخرى أتيت بالشاشة بوجرأee يعني ثلاثون كيلومتر والعودة ثلاثون كيلومتر هي ستون كيلومتر والوقود من عندي والمرأة ال turn ذهبت من أجل الشاشة فقط فأتيت بالشاشة وإذا بأسعق ان الشاشة التي أتيت بها هي لسامسوك A 10 وليس لسامسوك A 10 S ف كان علي العودة 30 كيلومتر وأعود أذهب 30 كيلومتر وأعود 30 كيلومتر. اسمعوا جيدا فقام بتغيير الشاشة يعني حدث خطأ لا بأس. انحلت المشكلة يعني هذا الهاتف بل بالعكس لم أربح معه أي نقود بل أنا من أضفت من جيبي النقود. جيد. في نفس اليوم في نفس اليوم أتاني آيفون 6 S Plus لتغيير زجاج الحماية. جيد. أردت تغيير زجاج الحماية أخطأت. يعني عوض تركيب غلاس أو زجاج الحماية 6 S Plus قمت بتركيب 6 Plus لأنهم يتشابهان من حيث الواجهة ولكن في الخلف هناك بعض القوائد أو بعض الأشياء البسيطة المتغيرة. يعني الصعب عليك تلاحظ الأمر إلا إذا كنت متمرس أخطأت. فوقعت في موقف محرج والزبون ضغط علي ضغطة كبيرة. فاضطررت إلى أن أذهب إلى مدينة أخرى تبعد عني ستون كيلومتر بين من الله وأتصل بشخص بمشقة النفس حتى يعتر علي على زجاج الحماية وأذهب إلى ستون كيلومتر وأعود بستون كيلومتر ويضيع للوقت وقت كثير جدا جدا فأشتري يعني ضاعت لي الزجاج الأول الذي أخطأت فيه ربما تقريبا أربعون ديرهم واشتريت الآخر بخمسون ديرهم وأعدت عزل الزجاج ويعني المخاطرة وقمت بتركيب الزجاج الآخر لحل المشكلة هذا فقط خلال تمانية وأربعين ساعة فقط هناك بعض الأمور الأخرى لا أريد ذكرها يعني هناك هواتب مثلا بعض الهوويات عندي الآن أتتني من أجل التفليش حاولت تفليشها ربما ثلاثة ساعات لم تنجح العملية هل هذا مفهوم؟ يعني أخي الزبون أنا لا أريد أن أخاطب التقنية لأن التقنية يعلمون هذه الأشياء أخي الزبون عليك دائما أن تحاول ما أمكن أن تساعد التقنية الذي يريد إصلاح هاتفك له فمثل هذا صاحب الآيفون ضغط عليه يعني لم يرحمني قال لي أريد هاتفي كان عليك كنت تعرف أنه لا يمكنك إصلاحه لماذا أخذته؟ كذا كذا يعني هذا الزبون لو قدر الله أن الشاشة انكسرت في يدي كان الموقف سيكون محرج أكثر من هذا يعني نحن التقنيون أو أغلب التقنيون والله إنهم يعيشون ليس في راحة بل يعيشون في عذاب وآلام ومعاهنات لا يعني يصعب للزبون أن يعرف هذا لماذا؟ لأنه يسلم الهاتف ويذهب والتقني يبقى أو يظل يعاني مع الكثير من الهاتف التي يعني لا يمكنه إصلاحها ويحاول ويحالل ومر الوقت وربما قد يقوم بتركيم كونيكتور وعمل بعض الأشياء ولن تنجح معه العمليات فيضيع له الكثير من الوقت يعني سبحان الله يبقى أملنا في البركة من الله فقط أما إذا أردت أن تأخذها بشكل علمي وبشكل حسابي والله ستجد نفسك أنك لا تأخذ شيء ولن تحصل على شيء ولكن سبحان الله نطلب من الله سبحانه وتعالى أن ينزل البركة في عملنا وفي وقتنا وأن تضحيات والشيء التي نقوم بها أن تكون لنا هي التي تحمينا وهي ما نسترزق إذا أحبابي أتمنى أن تكون قد استفدتم من هذه الحلقة فصراحة أنا قمت بمشاركتكم هذه الأتعاب وهذه المحن حتى تفهموا التقني أنه يعاني كثيرا كثيرا من الأشياء ولا حول ولا قوة إلا بناهيك عن الشرائح يعني ذاكرات الخارجية كما تضيعوا منا من الأموال والشريحة الاتصال تقريبا يعني كل يوم تضيعوا منا أنا واحدة لا حول ولا قوة إلا بكثير من المتاعب والله واستغفروا الله استغفروا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر